إجازات البناء كلها فساد بفساد 90% منها فساد وتستخدم القوانين والضوابط والتعليمات لغرض الرشوة وابتزاز المواطنين وهذه مؤشر حتى عندي في تقرير أنا قاعد أحجي على التقرير الفني بعدني ما جاي على تقرير مشاهدات المواطنين مشاهدات المواطنين يقول إجازة البناء تمنح دي المواطن اللي عند دار 200 متر مو؟ فما فوق البيوت المنشطرة تعتبر تجاوز خصوصا في مدينة الصدر وشرق القناة هي توزعت 140 بسبب أزمة السكن ظلت الناس مضطرة سويا قطعتيا وصارت تلافة هنا هذا التجاوز وهنا يبدي مجرد أنه يبدي المواطن فعلا هو تجاوز يجي هنا تجي المساومة يأتي بعض ضعاف النفوس من وظفي البلدية ومعروفة متفق عليها كل المواطنين في أي منطقة روح أسألكم استبيان استطلاع في أي منطقة من هذه المناطق إذا مون نسبة تطلع 99% كل إجازات البناء تأخذ عليها رشوة أبد هذه لازم نعالج ومنظر نتفرج وصارت عرف لأنه زكتنا عنها وماكو إجراءات رادعة فصار عرف ويجوز هذا المرتشي حشاكم بعد صارت عدة في القضية الشرعية استحقاء إنه يأخذ هذا جقد تشتغل الأمانة وجقد تتعب وأنت تتعبون وتقدمون جهد لكن هذا التصرف يسيئ لكم ويسيئ للدولة هذا المواطن من يقعد يشوف رئيس الوزراء يحكي على مكافحة الفساد وهو الصبح جاي موظف البلدية وما أخذ منه رشوة على إجازة البناء يضحك لو ما يضحك يقول الشيخ شي رئيس وزراء يا مكافحة فساد لو هذا المواطن اللي يراجع دائرة بلدية وما تمشي معاملته إلا يخليه لفت شكام مرقه بتجراره يقتنع أو يثق رئيس وزراء يتحدث يقول أنا برنامجي مكافحة فساد لا ولا أمين بغداد يقدر يقول أنا دوائري والمدراء العامين والوكلاء يقولون دوائرنا ولله الحمز يتقدم خدمة ولدينا إجراءات رادعة ضد الفاسدين ما حد يصدق لأن مواطن يومياً قاعد يتعرض لهذه الممبارسة وماكو إجراء فهذه جداً مهمة وواجب شرعي وأخلاقي ووطني لازم نوقفه ولازم نحاسب هؤلاء اللي يسيؤون للجميع